إضاءة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين على الأقل باتجاه كريات شمونة وسقوط صواريخة في جبال راميم بمحيط إصبع الجليل حيث دوت سفرات الانذار وقال جيش الاحتلال في بيان إن طيرانه الحربية هاجم مجموعة من ستة عناصر تابعة لحزب الله في موقع منصة صاروخية في بلدة ميس الجبل كما دمر ما قال إنه مستودع لتخزين الوسائل القتالية ومبنى عسكري في بلدة ناقورة جنوبية لبنان في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات على مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود حيث أعلن الحزب أنه استادف بالصواريخ الموجهة مركزا لتجمع ضباط في جيش الاحتلال على المدخل الشرقي لقرية الغجر كما أعلن استهداف مواقع جل العلام والمطلة ورامية والمرج والمالكية وثكنة رامين بينما نعى خمسة من عناصره اليوم هذا ونشر حزب الله مشاهد مصورة لعملية استهداف تجهيزات تجسسية وتموضعات تابعة لجيش الاحتلال ترجمة نانسي قنقر